السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت قائل هذه الأبيات هو الشاعر المبدع المخضر بشار بن برد الشاعر العباسي المشهور هذه الخادمة قال عنها بأنها طلبت منه أن يقول فيها شعراء فداعبها بقوله ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت ولم يزد عن وصفها بأنها ربة بيت وأن لها عشر دجاجات وديك له صوت حسن وقد رضيت بذلك بل أنها طربت له وزادها نشاطا في خدمته لم يكن بشار بن برد مخطئا كما ظن بعض من كان حوله من الذين جاءوا مستفسرين أو مستهزئين لتلك الأبيات التي قالها بشار بن برد بالجارية ربابة فكيف وفق عقولهم أن يكون هذا الشاعر الكبير ببلاغته ليقول أبياتا مثل هذه وهو القائل رغم أنه أعمى البصر منذ ولادته كأن مثارا نقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه فهذا المبدع والذي شبه تلك الحالة من ضراوة المعركة ومدى هولها بليل تتساقط كواكبه فياله من بيت اتضحت فيه البلاغة والعبقرية عند هذا الشاعر والذي لم يرى بيوم من الأيام فيها ليلا ولا كواكبا ولا أسيافا ولا غيرها ومع ذلك يراه من حوله أنه أصبح أضحوكة عند بعض الشعراء وذلك حينما قال أبياته بربابة والتي لا تحمل في طياتها أي بلاغة توصف لكن بشار بن برد ذلك الأعمى لم يكن أعمى إدراكا وفهما للحياة وما بها من بشر فلقد رد عليهم بجواب يعتبر بحد ذاته درس لكل صاحب خطاب فبين لهم بأنه حينما خاطب الأمة وجماهيرها تكلم بكلام بليغ يصل لأذهان من يهتم بها من العلماء والفقهاء والبلغاء والخطباء فكان لزاما عليه أن يأتي ببيت كأن مثار النقع بينما ربابة ليست إلا جارية لا تهتم إلا بما حولها من دجاج وما يهمها من اهتمامات منزلية ولم يكن بشار مخطئا حينما قال لو ذهبتم لربابة وسألتموها أي الأبيات لديها أجمل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي أم ربابة ربة البيت فإنها لن تقول إلا ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساهموا في النشر ولكم جزيل الشكر إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة دمتم في حفظ الله ورعايته وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون